السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا زي ما شفتوا لازم أعمل رد تعني وعدت أني أرد لأخت عزيزة على قلبي طبعا ردها كان مميز جدا حبيت أوضح نقطة لأنها عتباني علي هاي التعليق شوفوه طبعا بطلع لها لها كل الحق أنها تعتم لأنه بعد مرات في ناس كثير من الديانات الأخرى السماوية تحديدا ما بيعرفوا بعض الكلمات اللي إحنا منلفظها كمسلمين أو كلمة المسلمين أو مسلم يفكروا أنه هذا الشيء احتكار علينا إحنا وهم يبعدين عنه فحبيت أني أنا أوضح هاي النقطة عشان ما حدا يعتب وبرضو في نفس اللحظة أكون أنا رديت بالإشي اللي عندي الموضوع ما إله بتكفير ما إله بأبعاد أخرى ما إله بأي شيء إلها علاقة بالحززيات ما إلها علاقة بالبعد الفكري البعد الديني البعد الثقافي وإن صرنا وإن صاروا والنقاش في هذا الموضوع رجاءً ما حدا يناقش فيه ما حدا يعلق فيه إدعو بالخير للجميع إحنا في فترة شهر تسامح فخلينا نتسامح خلينا نكون إيد وحده كلنا واحد من أب واحد بعثنا رب واحد نعبد رب واحد فقط لا غير هذا هو اللي عندي ولكن عشان أعقب أنا إيش المقصود من لما أقول بأدعيتي المسلمين والمسلمات أنا هنا بخصص مين بهاي الكلمات عشان تكون مفهومة ركزوا معي بشكل جيد بالآيات القرآنية أنا ما رح أحكي ولا أي شيء من عندي أنا رح أحكي قرآن فقط لا غير بعد ما أخلص آيات القرآن بعدها أعطي جوابي بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أبختم بدعاء يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأقول فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله أمرت أن أكون من المسلمين أعتقد أنه بعد هذا الكلام كله أنه المقصود بالمسلمين هي كل الديانات السماوية وكل الأنبياء يجوا بالإسلام والإسلام مش مقتصر علينا إحنا كلنا مسلمين ولازم نكون كلنا مسلمين ومعنى مسلمين أي مسلمين إلى الله عز وجل فقط لا غير بما أنك تؤمن بالله وسلمت أمرك إلى الله فأنت مسلم اختلاف الكلمات والأسماء كلها إجت مع الزمن وإحنا ما إلنا في هذا الكلام ما إنا بالتاريخ ما إنا باللي شوهوا واللي فرقوا واللي دسوا واللي خربوا الأمر الثاني اللي بدي أحكي فيه ابتداء من بكرة إن شاء الله اللي هو الخميس رح أبدأ ببداية كل حلقة بدعاء كنا مقتصرين الدعاء على يوم الجمعة الآن عشان الشهر الفضيل رح أحط دعاء يعني بنفس الحجم صغير مش من الأدعية الطويلة ونفس الدعاء رح أحطه بالشورت يعني فيديو صغير شورت لحاله يعني رح يكون بالحلقة ورح يكون شورت فإن شاء الله إنه ربنا يتقبل مني ومنكم وتستفيدوا من هذا الشيء وأستفيد من دعاءك إلي برضو طبعا اليوم توقعاتنا لها يوم الأربعة 22 آذار مارس القمر موجود في برج الحمر اليوم طبعا القمر موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأساسي الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وحلاقة الشعر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة و24 دقيقة بعد الظهر اللي هو بعد ظهر يوم الأربعاء وبعدها بده ينتقل القمر لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدية النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر بما إنه موجود في برج الحمل فهي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل إنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتوّر أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة إنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفق الدبلوماسي يتكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا يمكننا تعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زوايا كثير اليوم انتهت هل سفي أشخاص بيسألوا بيقولك طيب أنت بتحكي الشمس والمريخ عاملين زاوية تربية ما هي الشمس انتقلت آه صحيح انتقلت عادة الزوايا اللي بتكون متصلة هي الزوايا بتكون على سبع درجات أنا ما بعطيكو على سبع درجات أنا لسا بعطيكو على خمس درجات أو بعد مرات ست درجات بعد مرات أربع درجات على حسب الكوكبين هدولة مع بعض إيش هم يعني حتى لو انتقلت الشمس والمريخ الآن على آخر درجاته وهي تعتبر في الدرجة الثانية أو الثالثة معناته لسا الزاوية موجودة فعشان هيك ما نظل نذكرها لأنه بظل لها تأثيرات بالنسبة للزاوية الأولى اللي رح نحكي عنها هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المريخ وهي الزاوية مستمرة لغاية يوم 23-3 بظل أجواء من التوتر والعدوانية وخصوصا الآن بتزيد أكثر فأكثر وخصوصا العدوانية والتفجيرات والأمور هاي لأن المريخ بدأ بتأثيراته السلبية بمراحل الانتقال عشان هيك منلاقي العنف والتفجيرات بتزيد أكثر فأكثر لأنه دائما قبل الانتقال بخمس أيام وبعد الانتقال بخمس أيام بتكون ذروة عنفه فعشان هيك هاي الزاوية بيسود جوه من التوتر والعدوانية بحيث يتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها هاي الزاوية بتشير لفترة من التحدي والصراع والنشاط ممكن نواجه مقاومة أو منافسة أو عداء من طرف آخر سواء كان رئيسك أو شريكك أو عدوك وممكن تشعر بالغضب أو الإحباط أو التعب وبعض الأشخاص بيحتاجوا لإظهار شجاعتهم وأسرارهم ومثابرتهم من المهم أنه نستخدم طاقتنا بشكل إيجابي وبناء وأن نتجهن بالعنف والمخاطرة والتسرع كما أني بنصح الجميع أنهم يحافظوا على هدوهم وصبرهم وخصوصا في هاي الأيام تحديدا ونستمع بإنفتاح وأحترام أما دوليا فبترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة أو احتجاجات أو عنف وهذا الشيء بيدل على أنه الحكومة ممكن يتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وارضو بالدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان ممكن يصير في بعض الإضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصن الصحة الطبيعة برضو ممكن أنها تأثر أيضا بسبب هذه الزاوية وممكن تحدث زلازل أو حرائق أو انفجارات أو طقس متقلب لأبعد الحدود بين أمطار عنيفة أو برد قارس حار جدا متقلب يعني اللي هي حالات حالات عدم الاستقرار أما بالنسبة أو زيادة أو زيادة بالاستثمارات أو تطوير للبنية التحتية لبلد ما والاهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها أما بالنسبة للزوايا اللي مع القمر فطبعا عنا زاويتين اليوم الزاوية الأولى هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي طبعا ذروتها الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى آخر هي تأثيرها بيبدأ من موعد بث الحلقة الآن ولغاية ساعات الظهر ونشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتدل هاي زاوية على حركة السكان المتزايدة في هذا اليوم نشاط في المواصلات في الحركة في التجارة بكل شيء وخصوصا الأمور الداخلية منها وبرضو بتركز وسائل الإعلام على دور المرأة في المجتمع وكذلك مواضيع الشباب والتربية والتعليم هذول أكثر المواضيع اللي اليوم رح تنطرع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون دروتها الساعة ثمانية وستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيرتها من ساعة الصباح ولغاية اليوم التالي منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا وبرضو منحاول إن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتدل على حالة من الاستقرار والأمن والتفاؤل في الرأي العام وزيادة مداخيل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح في العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم طبعا ما رح أحكي لكو لا حط لايك ولا ديس لايك ولا شير ولا مشير خلصنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الرأس والأسنان واللسان والأعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم أما بالنسبة لهذا اليوم فطبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها إذا كانت عمليات كبرى أما عمليات صغرى فما فيها أي مشكلة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا وأيضا لا يصلح لإزارة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وأيضا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل معنى تخلو المسار القادم بيبدأ غدا الخميس 23-3 بيبدأ في تمام الساعة خمسة واثناشر دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وواحد وارفعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمر يوم أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمر يوم في تمام الساعة أربعة وتسع دقائق صباحا بصير عمر يومين نسبة الإضاءة بتصير 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد الآن بنسبة 30% ولكن مع ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة 10% القمر في الحمل حتى يوم 23-3 منتحس الآن بنسبة 10% فيه ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 100% وبكمل حتى ساعات المساء فيه ساعات المساء بتنزل نسبة السعادة إلى 60% عطارد في الحمل حتى يوم 3-4 هو الآن منتحس بنسبة 10% فيه ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة إلى 60% الظهرة في الثور حتى يوم 11-4 سعيد الآن بنسبة 30% فيه ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% قرنس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط ليش لأن القمر صار موجود عندكم فعشان هيك اليوم بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهم شي أنك تتحرك ما تنتظر أنه الفرصة هي اللي تجيك بل أنت اذهب وابحث عنها وما ضيع الوقت طبعا في نقطة أنه المريخ زي ما حكينا بشكل زوايا حادة فبفرض العصبية على الجميع أهم شي ضبط العصاب ما في داع للعصبية ولا للتسر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن موجود في بيت المتاعب فعشان هيك لغاية الغد بدك تدير بالك تطلب منك هذا اليوم بيتطلب منك عدم المبالغة في مجهودك الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم راحتكم ابتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبطائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة ممكن تظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر أهم شي أنك ما تخالف القانون لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع وأهم شي تضبط عصابك ما في داعي للتسرع برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة وبإمكانكم تعبروا عن آراءكم بحرية وجراءة وبرضو بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمديد العون للزملاء العلاقات الاجتماعية والتقارب مع الأصدقاء والمعارف أو طلب المساعدة من أحد الأصدقاء وممكن اليوم بعضك يحصل على دعم من صديق برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعمل وبينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شي إنك تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد وحاول إنك تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات أهم شي إنك ما تكون مهمل وما تعصب وما تخال في القوانين وما تجازف وما تترك انطباعات سلبية عنك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبكون هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان أو جراء مقابلة وبتقدر تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتكون الظروف مناسبة للبحث عن مواضيع جديدة ولاختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر أهمش إنك ما تستسلم وما تردخ لشروط ما بتناسبك وناقش بمنطق الأجواء طبعا إيجابية جدا حتى على المستوى العاطفي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا التركيز كله على الأموال المشتركة فعشان هيك بتنشغل أو بينشغل فكركم اليوم بطريقة أو بالفرصة المتاحة لمكسب الوصيلة بشراكة أو تعويض أو حل مسائل مالية أو ترتيب وضع مالي معين بيتواجب عليكم عدم مخالف القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة طبعا الأجواء جيدة وفي فرص لمكاسب مالية ولكن بدك تكون متفهم لأوضاع الآخرين ولا آراءهم واتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي لأنه ما في خوف ولكن بدك تنتبه لصحتك وحاول وحاول أنك تتبع بالإرشادات والتعليمات واتجنب المشاكل وما تتصلق حاول أنك تعزز علاقتك بشكل جيد مع شركاءك بالعاطفة أو العمل واستفيد من الجو الممتاز لتصحيح الأخطاء أو للتقارب أو المصالحة برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا أنجزوا ما ترا كم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من زملاكم وبتقدروا تنظموا جد والغذاء ومتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حادروا من بعض المشاكل الصحية اللي ممكن تيجي يعني من وقت لآخر وراجع طبيبك إن احتاج الأمر لذلك برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا القمر في البيت الخامس يعني اليوم يوم العاطفي والحب فبتزداد برضو الحضوض عشان الأشخاص اللي ما بيحبوه وبتزداد رغبتكم اليوم برضو في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشطاتكم متنوعة وثقتكم بنفسكم عالية وقدرتكم على استيعاب الأمور أيضا ممتاز جدا وتعتبر هاي فترة إيجابية على المستوى العاطفي زي ما حكينا على مستوى الحضوض على مستوى التقارب وعلى مستوى الفرح أيضا برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة عشان هيك التركيز رح يظل اليوم على البيت وعلى العائلة وبتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة مناقشة هادئة بدون عصبية ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات اللي ممكن تعرضك لمحاسبة وربما لتحديات أو استفزاز فعشان هيك ما في داعي للحدية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم تنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت النظر والإعجاب قدرتك على الترويج للسلع لشيء عندك بدك يتسوقه وأيضا على الإقناع وعندك زي ما حكينا سرعة البديهة رائع اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية أو ممكن يقدموا على إنجازة أو يناقشوا صفقة أو اتفاقية حاولوا أنكوا تعملوا بجدية نظموا شؤونكم المالية امتنعوا عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة الأهم إنه اليوم زي ما حكينا مش تعصب تروح تصرف فلوس وبرضو في نفس اللحظة إذا معك فلوس ما تتسرع بصرفها هون هون ونزوات تسوق طيب خلصنا هيك حطيتو ولا ما حكيش ولا ما أذكرش آخ يلا بسيط بسيط أما راح أذكركم يعني ولا تحطوا ولا تغلبوا حالكم أساسا شكرا للي طبعا اللي يتجاوبوا معي بالأيام الماضية واللي دعموني وحطوا اللايك جكر فيه يرغم أني أنا قلت لهم ما يحطوش بس حطوا يعني بشكرهم يعني صحيح أنا كان بدي يحطوا بس يعني أجت منهم ما أجتش مني أنا ما حكيت ماشي؟ ما أحد يقول لي أنت ضلك تجمع الله كات الله يسعدكم يا رب شكرا لعيكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يهرض الله ورض الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة